سلام عليكم وحياكم الله جميعاً وكل عام وأنتو بألف خير بمناسبة عيد الأضحى المبارك الله يعيدوا علينا وعليكم وعلى عوائلكم الكريمي بكل خير وصحة وعافي أوكي بما أنك ضغطت هالفيديو عزيزي المتابع فتعال بدي إياك بكلمتين واضح أنك متحمس أنك تسمع رأيي عن هولونايت صح؟ بس قبل هولونايت اسمعوني شوي وخلوني إشرح لكم فكرة هالفيديو الفكرة ببساطة عملتها سابقاً مع ملخص ألعاب الشهر عملتها بشهر فبراير ومارس وكانت حلوي وحبيتوها بس كانت حصرية لألعاب الشهر فقط لكن أنا ما بلعب بس الألعاب الجديدي أنا بلعب كل شي جديد وأديم وأي إن كان فمشان هيك قلت خلينا وسع الفكرة شوي وصير أحكي لكم عن كل الألعاب اللي عم بلعبها خلال هالفترة سواء الجديدي أو الأديمي وشاركوا الرأي السريع عن كل وحدة فيهم بحيث تكون بمثابة انطباع أولي عن لعبي رح ساوي لمراجعة لاحقاً أو هذا الرأي الوحيد اللي رح تسمعوا مني بحال قررت أني ما سوي لمراجعة يعني بهاي طريقة إن شاء الله رح نضمن إنكم تسمعوا رأيي بكل الألعاب حتى لصغيري منها اللي ممكن إلعبها وما يكون عنده وقت خصص لمراجعة كاملة شو رأيكم بالفكرة ضرورة تكتبوا لرأيكم فيها سواء الآن أو بعد ما ينتهي الفيديو لأنه اليوم رح نبدأ بأربع ألعاب عم بلعبها حالياً فينكن تعملوا سكيب لو حابين لهولونايت بس صدقوني رح تفوتكن الألعاب الحلوة اللي عم جربها واللي رح احكي عنها لأنه وبشكل مفاجئ كل ياتها مستمتع فيها نبدأ أولاً بإضافة وورلد سلير من لعبة آوت رايدرز وهون خليني أحكي لكم هيك قصة سريعة بخصوص آوت رايدرز بالنسبة إليه اللعبة هاي نزلت بشهر أربعة السنة الماضية 2021 وبلشت إلعبها بشهر رمضان تقريباً هيك بدك تقول على أوائل رمضان الماضي أو قبل الماضي وعلى وقتها كان في عندي حماس كتير كبير إني إلعاب بس ما عندي حماس إني أعمل مراجعات أو فيديوهات بشكل عام فمشان هيك لعبتها وختمت تقريباً شي بنص اللعبة وكنت كتير مستمتع فيها عن رغم من كل ملاحظاتي عليها بس على هداك الوقت ما كنت متحمس إني ساوي لها فيديو بالقناة ولا حكيت عنها بالمرة الآن مع الإضافة الجديدة وبما أنت حماستلة ولعبتها لقيتها فرصة مناسبة إني إحكي ولولي أول مرة عن آترايدرز خصوصاً إنه لعبة جيدة بصراحة وبحس إنه في كتير ناس أخذوا عمنا فكرة سيئة إضافة وورلد سلير بتأخذنا بمغامرة قصصية تعتبر أقصر طبعاً من اللعبة الأصلية يعني بتختمها بشي أربع أو خمس ساعات لكن ملياني أكشن بيقاتها كتير حلوة بصرياً الجرافيك سيكي فيه ولمسة فنية كتير مميزة عن رغم إنه لما بتشوفها يعني أثناء المشاهدة قد لا تبدو لك بهالجمال بالنسبة للجيم بلاي فهو مربط الفرص هو اللي جاب راسي من الأساس لآترايدرز فيه هداك الإحساس الإدماني بأنك بدك تدبح وتأتل الأعداء بدون رحمة ميكانيكيات الأسلحة نفسها واستخدامها استخدام القدرات وضربة البوكس هاي الخارقة اللي ما بتفقد رونقاً رهيب أد ما تكررت مع متعة البحث عن اللوت واكتسابه اللي هي الأخرى بتعطي إحساس فضول وإدمان مش طبيعي أنا بحب هذا الأسلوب بأوترايدرز الأكشن اللي موجود فيه فيه متعة كتير حلوية يعني كل مرحلة والتاني بلاقي حالي يلا بدي ألعبها مشان استمتع أكتر بهذا الأسلوب وإضافتنا جابت هالتوليفي هاي وحسنت عليا مع المزيد من اللوت والمزيد من المهام لحد الآن ما ختمت الإضافية على فكرة لكني مستمتع كتير بالمهام الجديدة وتصميمها والأعداء اللي عم واجههم ومتحمس جرب أشياء من الاند جيم مثل الدونجينز مثلاً طبعاً أوترايدرز بالمناسبة اللعبة الأصلية متوفرة على الجيم باس بالإكس بوكس لكن الإضافية نفسها يعني لو بدك تشتري الإضافية راح تكلفك 40 دولار بتطلب يكون عندك اللعبة الأصلية لحتى تلعبها لكن الحلو بالموضوع أنه ما في داعة تكون خاتم اللعبة الأصلية أو لعبانة أساساً لحتى تفوت وتلعب World Slayer يعني فينك تخش مباشرة على الإضافية ننتقل الآن لللعبة الثانية وهاي بصراحة مستمتع فيها بس بشكل غريب شوي أركيد قدن لعبة البلس المجانية واللي فكرتها تتمحور حول مصمم ألعاب أسطورة عم يطور لعبة الأركيد الأخيرة بالنسبة إلو هاي آخر لعبة عم يطورها لكن في جماعة من الأشرار عم يحاولوا ينشروا داخلها فيروس ويخربوها فهون بيجي دورك عزيز اللاعب أنك تنقذ هاللعبة من خلال هزيمة الأشرار على شكل مجموعة تحديات فينك تنفزن إما لحالك أو مع أصحابك اللعبة ليست تنافسية بل تعاونية يعني بتفوت أونلاين مع رفقاتك وبتلعبوها ضد الكمبيوتر لما بلشت اللعبة كنت كتير مستمتع بأجواءها بشكل ما بتخيلوا الجيم بلاي عن جد ممتع وسلس بشكل كبير فيه تنوع محترم بالأسلحة خلاني جرب كل سلاح جديد بشوفه قدامي لأني مبسوط بأفكارهم الحلوة للا عن جد أفكارهم حلوة ومدعومة بميكانيكيات رائعة كل سلاح بتحسوا مدروس من ناحية ميكانيكياته والأفكار والرصاص اللي بيطلع منه جاعلا من التصويب بحد ذاته متعة مجنونة حتى التوجه الفني هيك لما بتطلع اللعبة عموما حلوة فريدة من نوعها الإضاءة والطابع العام بالغرافيكس والتصميم كتير حلوين هالشغلات كلها جعلت من أول مهمة أو مهمتين قمي بالمتعة حرفيا أنا مستمتع بشكل لا يمكن وصفه لكن المشكلة اللي صرت واجهها لاحقا هو أني فعليا ماني عرفان شو المطلوب مني بالزبط يعني مقدمة اللعبة بتوحيلك بشيء واللي بلشت تلعبه لاحقا شيء مختلف تماما لأنه نظام المهام جدا بداية بيعطوك هيك تحديات لازم تنفذها وبتروح بتنفذها من خلال إنك تلعب مراحل لا متناهية بشكل أركيدة هيك بتفوت بتلعب مرحلي بتخلصها وبتفوت عبلي بعدها وهكذا بتضلعب تلعب مرحلي وراء تاني وخلال هالمراحل بتخلص تحديات مطلوبة منك مثل مثلا إنك تستخدم قدراتك عاشر مرات أو تختم ثلاث مراحل وراء بعض أو تجمع مدرشو شغلات جدا عادية يعني ما فيها التحدي بتحدي يعني وبتاخد مقابلة نقاط خبرة ومكافآت مشان لاحقا تشترس كنات لشخصيتك وتعدلها وتزبطها بس هاي هي اللعبة تقريبا وهذا أسلوب تقدمها أو على الأقل هذا اللي واضح لي لحد الآن لأنه ما أنا شايف أي شي غيره أنا بس عم روح عاقدة المرحلة وروح ألعب ونفزها ورد أرجع فالنقطة هون إنه أوكي الجيم بلاي سلس ومسلة وجميل وفيه أسلحة مجنونة ومكافآت ولوت وإلى آخره لكن لوين رح نوصل يعني شو الشي اللي أنا عم بلعب مشان حققه ما حسيت إن اللعبة عم تعطيني هالشعور هذا أبدا إنه والله خلصت مرحلة تمنيت مثلا يكون فيه مراحل رئيسية تختيم فعلي يعني ويكون بالمقابل فيه هيك أطوار جانبية مثل الريد أو الهورد والأمور هاي مش بس إنك تحطني بأركيد عشوائي بتفوت بتلعبه كل مرة بأوبجكتفات مختلفة قد تصبح حتى متكررة مع الوقت ولولا العشوائي اللي باعتقد إنه كنت رحمل منه أسرع بكتير من اللازم حسيت فيه potential كتير كبير موجود هون لكن للأسف لم يتم توظيفه بالشكل الصحيح شخصيا نظرت له كلعبة مناسبة للبث المباشر مثلا هيكي جربها والمتابعين عم يتفرجوا عليه أو إلعبها مع الأصدقاء مشان نقتل عنصر الملل المتوقع بتكرار الأوبجكتفز لكن كلعبة استثمر فيه المزيد من وقته وحط هيكي شي 3-4 ساعات إضافية لا بصراحة ما بعتقد خصوصا لما بيكون فيه لعبة أخرى عم تقدر تستثمر فيه وقتك وتستمتع فيه أكتر مش بس إضافة Outriders بل أيضا Fall Guys نعم Fall Guys هي اللعبة الثالثة اللي بدي أحكي عنا بهالفيديو وحقيقة قد ما حاولت أوصف لكم قديش من استمتع بهاللعبة ما رح أقدر فيه شغف عطتني إياه Fall Guys هيكي أنيكون قاعد وتساءل شو بدي ألعب هلأ؟ يلا خليني ألعب Fall Guys على السريع وعاد اللعبي بإصدارها المجانة حلت كل المشاكل المزعجة تقريبا من اللعبة الأصلية واللي خلتني ما كمل فيها مثل مشاكل السيرفرات وتأخير الدخول للماتش كانت موجودي بأول موسمين بFall Guys وشبهن حلت الآن وصار الدخول جدا سريع التكرار المزعج بالمراحل شغلي كانت عن جد مؤسفي بأول موسمين ثلاثة تقريبا الآن صارت ملياني مراحل طبعا مش كلها جديدي فيه أشياء انضافت خلال المواسم السابقة بس بالنسبة إليه كان معظمة جديد والأحلى إنه اللعبة ما اكتفت بس بإنه تضيف مراحل بل كمان عملوا حركة تقليدية بعالم الألعاب واللي هي الماب variation أو بالعربي اختلافات الماب نفسه شلون يعني؟ يعني المرحلة نفسه فيه إلى أكتر من شكل والشكل هذا بيعطي روح جديد للمرحلة وشكل جديد من التحدي مثل إنه مثلا مرة يضيفه مطرقة ضخمة ممكن توقعك أو ممكن تفيدك إذا استخدمتها صح أو يضيفه مروحة مثلا ممكن توقعك أو ممكن تغير لك اتجاهك أو يغيره تفاصيل هون وهني قد تكون بسيطة لكنها بتغير طريق تفاعلك مع المرحلة مما بيعطيها إحساس مختلف وجديد كليا الشي هذا لما بيخليك ترجع تعيد المرحلة هاي مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين ما تحس بإنك عمت تعيدها حركة كتير بسيطة على فكرة لكنها كتير مهمة بتجربة اللاعب حتى نظام التقدم تحسن صار فيه تحديات أكتر صار فيه إيفنتات أكتر وبصراحة كتير مبسوط مع الإيفنتات شاركت باثنين لحد الآن وخلصتهم بشكل كامل نظام اكتساب النقاط صار فيه شغلات بتقدر تساوية وتستفيد منها حتى لو ما عم تفوز يعني مش بالضرورة تفوز دائما لحتى تكسب شغلات حلوة مش بالضرورة تكون أحسن لاعب لحتى تقدر تاخد الشغلات اللي بياخدوها بقيت اللاعبين وهاي النقطة تحديدا كتير مهمة وبتضيف على نهج المتعة والضحك والفلي اللي عم تتخذوا لعبتنا والشغلات هاي كلها بتقودنا للجيم بلاي واللي بصراحة جدا جدا ممتع ياخ المتعة بهاللعبة مش طبيعية ما في ألعاب كتير بتعطيني هالنوع من المتعة اللي بتحس حالك مثل الطفل عم تنط هيكة وتجمع نقاط وتتسابق وتعد التفاح والموز والكرز حرفيا كأنك طفل رايح مع الماما والبابا عم يلعبوك بالألعاب واللي زاد متعة اللعب كمان هو الأفكار الجديدة صار في طور سكواد مثلا بيعتمد على تجميع النقاط مش مثل السكواد اللي بتذكروا لا لا مختلف فيه سكور وبساعدك انك تفوز حتى لو ما كنت كتير بتعرف تلعب هذا غير فكرة اللعب المجاني بحد ذاتها واللي ساعدت كتير ناس انهم يفوتوا ويلعبوا مما يعني بصراحة بزيد السهولة عموما لانه صار في لعبين أكتر وبزيد السلاسي والمتعة والضحك أكتر وأكتر أنا ما عم بالغ أبدا لو قلت لكم أنه فول جايز من أكبر مفاجآت هالسنة بالنسبة إلي كتير مستمتع فيها لدرجة أني كنت ناوي أعمل له فيديو وانطباعات نزله على القناة الثاني بس ما عملت الله لأني ما أنا عارفان شو بدي أحكي أصلا أنا ما أنا عارفان شو بدي أحكي وشو بدي خلي أنا مستمتع فيها بشكل لا يوصف أوكي نجي الآن لهولونايت أوهوهوهو بوي بعتقد واضح أني حبيت اللعبة صح؟ شوفوا أول شي لازم تعرفوا أنه الانطباع هذا جدا مبكر يعني أنا لازلت ببدايات اللعبة وبعتقد ما لعبت شي كتير كبير منها لكن الشي اللي شايفوا قدامي خلاني قو موقف هيك وبدي أحكي معكن وقولكن قديش أنا حبيت هاللعبة هاي مش لعبة حلوة يا جماعة هاي مش لعبة قوية ولا أسطورية لا 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 اللي شايفوا قدامي تحفي فنية هولونايت فيها كل الأمور اللي بتخليني أوقع بلعبي مثل هيك واستثمر كل وقت فيها عالم وقصة مثيرين للاهتمام توجه فني ساحر وعبقرة جيم بلاي رهيب وإدماني لأبعد الحدود والأهم من هذا كله البساطة الكبيرة واللي داخلها الكثير من العمق والمحتوى القيم والدسم اللعبة هاي مش طبيعية أخوان فيها تجربة استكشاف عظيمة حبيت كتير الإحساس الرهيب اللي إجاني وأنا بدي أعرف كل شيء وبدي استكشف كل شيء ما بدي خلي شيء يفوتني بتفوت على مكان بتلاقي يمينك ويسارك وفوق وتحت بكل مكان شغلات قابلة للزيارة بحتار وين روح وين بلش لأنه هذا المكان قد يكون مهم وهذاك المكان قد يكون أهم وكله مليان محتوى ما في شيء بيخيب أملك أبدا الشيء هذا بيخليني فضول للاستكشاف لفكرة أني ما بدي أترك هالمكان إلا وأنا متأكد أني مخلص كل شيء فيه والفضول هذا قدرت هولو نايت تلعب عليه بطريقة عبقرية فكم من شغلي حاولت اتفاعل معها بس للأسف ما قدرت أوصلها مثلا أو ما عرفت كيف ساوية فكنت قول أيوة أكيد هي واحدة من التنتين يا أما لاحقا باللعبة رح اكتسب قدرة وقدر اتفاعل معها أو أني بقدر أوصلها بس من مكان تاني الشيء هذا أولا رح يحمسني أني ألعب أكتر لحتى اكتسب القدرة هاي اللي أنا أصلا ما بعرفها وتانيا أني أقعد لفلف هون وهنيك وأقعد دور على هالطريقة اللي ممكن تخليني أوصل لهالمكان وما بتصدقوا الإحساس الرهيب لما اكتشفت مثلا مكان الشورت كات أو لما فتت لعند الأخضر هذا لقيته زعلان هيك وعم يبكي ما بعرف شو بولك حتى ما فينا يحكي معه اطلعت هيك وكملت استكشاف أنقزت اتنين خضر وهربوا ما بعرف وين راحوا وما أخدت عليهم أي مكافأة المهم رجعت لعند الشخص الحزين هادي هيكي بالصدفي وهو لقيتهم موجودين عنده لا 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 عم تمزح طلعوا هدول ولاده وهو عم يبكي زعلان عليهم وأنا لازم روح أنقزهم وارجعلوا إياهم لاقوا أكيت شي بالدنيا أنه في تأثير صوتي هيكي طلع منهم مبسوطين عرفت أنه عم يضحكوا وعم يزدتوا عليها هاي العملة تبع اللعبة وهني مبسوطين ويا سلام طيب الآن بعد ما اعتقدت أني مخلص الدنجون الأول رحت اتفاعلت مع الباب واكتشفت أنه مقفول وبيحتاج مفتاح بسيط رجعت استكشفت كمان واكتشفت أنه الدنيا لسه أنا ما شفت شي قابلت واحد اسمه سلاي وبشكل غير مفاجئ طلع تاجر وعنده نفس المفتاح هم يبيعه بـ 950 يا سلام اكتشفنا الطريق خلص عرفنا عرفنا القصة وين راح تروح هلأ بس بقى ارجع هيكي يكمل استكشاف وفرم التسعمية وخمسين وارجع لك يا برو استناني ها واضح أن اللعبة مليانة أشياء مثل هيك ففعليا لعبتنا بترميك هيكي بدون أي تعليمات ويلا روح دور على طريقك روح شوف كيف ربك بيسر لك ياها شغلي مثل ألعاب السولز أو خلي نقول شغلي مثل Elden Ring بما أنا نازلي بهاي السنة تعطيك هداكي الإحساس الخرافة بأنك بدك تبحث وتستكشف وتحل الألغاز اللي موجودة بالمكان مع متعة كبيري بالقتالات لأن الجيم بلاي وع الرغم من اللي حد الآن ما فتحت ولا قدرة أنا متأكد رح يكون في قدراته وما فتحت منه أي شي لحد الآن لكني مستمتع فشخ البلاتفورمينج الروعة أفكار وتقليدية لكنه عن جد ممتع كتير خصوصا لما بيندمج مع القتالات اللي هي الأخرى واضحة وبسيطة وما فيه أي تعقيد لكنها دقيقة جدا بكل حركة وبكل فريم بتخليها مثل السهل الممتنع واجهت تلت زعماء تقريبا وكانت مواجهاتهم قمة بالمتعة واجهت كمية أعداء آخرين وبصراحة منبهر من التنوع اللي شفته عن رغم إنه ساعاتي قليلي معا لعبي فخمي من الآخر لعبي ممتعة جدا وإدماني لأبعد الحدود وأنا بصراحة ما نعرفان ليش قاعد عم بحكي بدل ما روح ألعبه واستمتع فيه الآن هولو نايت هي أحلى عيدية ممكن عايد على نفسه فيه كتير حبيتها ومستمتع فيه وبإذن الله ما رح اكتفي بالحديث عننا بهذا الفيديو ورح يكون لها مراجعة مرتبي ومفصلي إن شاء الله وإلى ذلك الحين اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس لحتى يوصلكم كل جديد إن شاء الله ألف شكر لكم يا جماعة المتابعة وكل عام وأنتم بألف خير سلام عليكم